أعتقد أن منتقدي رواية هورية وهي نموذج لعدد كبير من الروايات التي تستند أحيانا إلى استخدام هذه العبارات والكلمات الدارجة من واقعنا أعتقد أن الخطير في المسألة هو أن تصبح عادة محاكمة الأعمال الروائية من طرف العامة عادة متداولة ومتكررة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فهؤلاء المنتقدون للأعمال الأدبية عليهم أن يوجهوا نشاطهم وجهودهم في تلطيف وتهذيب الحياة العامة إلى محاكمات تستحق فعلا الوقوف عندها وهي مثلا ما يحدث عبر موقع تيك توك على سبيل المثال للحصر اليوم بنات وأبناء كثير من الجزائريين يدخلون إلى هذا الموقع تيك توك ويمارسون كل المحظور فيه ولا من متحرك لا أحد تحرك سواء من عامة الناس أو من المثقفين أو حتى من نواب البرلمان يفترض أن نوقف هذا تيك توك لأنه فيه أخطار كبيرة وكثيرة على أجيال الشباب والناشئة بينما رواية واحدة أو عدد من الرواية لا يقرأها الجميع هي أولا أعمال نخبوية توضع في المكتبات تقرأ تعاد إلى المكتبات ولا يوجد يعني ما فيه خطر على أبنائنا وبناتنا فعلى خصوم هذه الأعمال الأدبية أن يوجهوا خصومتهم لمواجهة التيك توك الذي يهدد فعلا القيم في مجتمعنا وعليهم أن يوجهوا كل نشاطهم لمتابعة أخطار الأقراص المهلوسة والمخدرات وغيرها من الأفات الاجتماعية التي أصبحت سائدة للأسف الشديد في كثير من المجتمعات الجزائرية عبر 58 ولاية فهذا هو الخطر الكبير وليست رواية موضوعة في مكتبة يقرأها فقط من يهتم بالأعمال الأدبية وتحية للناشرة أسياء لموسى التي فعلا هي ناشرة تستحق التكريم والتقدير والتبجير لأنها تعمل في صمت وتختار وتنتقي الأعمال الراقية والأعمال الجيدة التي يمكنها أن تنافسها الأعمال الأدبية خارج في الجزائر